موسيقى واليوم نعرض بمشيئة الله وعونه لفكرة شط بالدعوة وما تثيره من مشاكل وخلافات في الواقع العملي وسوف نتناول الموضوع من خلال العناصر التالية مفهوم الشط وشروطه ثم نعرض لبعض الفروض العملية التي تثير خلاف في التطبيق داخل المحاكم ثم نتناول مدى جواز الطعم في قرار الشط وهل يجوز شط بالدعوة أكثر من مرة بداية لا بد من التأكيد على أن المشرع في قانون المرافعات يسعى إلى سرعة البت في الدعاوة تحقيقا للعدالة الناجزة لذا فهو يحث المدعي على مولاد دعوة وسرعة تقديم ما لديه من مستندات تؤيد دعوة كما يحث المدعي عليه بسرعة إبداء ما لديه من دفوع أو أوجود دفاع حتى تصل الدعوة إلى غايتها في أقرب وقت ويرصد المشرع جزاءات إجرائية تطبق على الخصوم في حالة تقاعصهم عن الدفع بالدعوة إلى الأمام ومن تلك الجزاءات شط بالدعوة هذا الجزاء الذي يوقع على الخصوم إذا تغيبوا في أي جلسة من جلسات نظر الدعوة وكانت الدعوة غير صالحة للفصل فيها فما هو مفهوم الشطب؟ يعرف الشطب بأنه استبعاد الدعوة من عداد القضايا المتداولة بجلسات المحكمة أي استبعاد الدعوة من رول الجلسات الدعوة تظل قائمة ولكنها لا تنظر أمام المحكمة بمعنى أدق يتم وقف السير في الدعوة متى تستطيع المحكمة؟ شط بالدعوة المحكمة لا تستطيع شط بالدعوة إلا إذا توافر شرطين أساسيين الشرط الأول غياب جميع الخصوم لا تستطيع المحكمة شط بالدعوة إلا إذا تغيب المدعي والمدعي عليه فليس صحيحا على الإطلاق أن المحكمة تملك شط بالدعوة في حالة غياب المدعي فقط بل يتعين أن يتغيب طرفي الخصومة معا لذا إذا تغيب المدعي وحضر المدعي عليه فله أن يتمسك بالثير في الدعوة ولا تملك المحكمة شطه أما إذا أراد المدعي عليه شط بالدعوة فعليه إذبات حضوره بمحضر الجلسة ثم ينسحب تاريكا الدعوة للشط حتى يتحقق شرط الشط وهو غياب الطرفين معا وقد يسأل سائل ما فائدة أن يثبت المدعي عليه حضوره طالما أنه سينسحب نقول أن الفائدة في ذلك تتحقق في حالة حضور المدعي أمام المحكمة قبل انتهاء الجلسة فتعدل المحكمة عن قرار الشط ويتعين عليها في تلك الحالة أن تكلف المدعي بإعلان المدعي عليه بالعدول عن قرار الشط وإعادة الدعوة للرول طالما أن المدعي عليه قد أثبت حضوره بمحضر الجلسة إذن الشرط الأول للشط تغيب المدعي والمدعي عليه الشرط الثاني أن تكون الدعوة غير صالحة للفصل فيها فإذا كانت الدعوة صالحة للفصل فيها وتغيب طرفيها فلا تملك المحكمة شط بالدعوة وإنما يتعين عليها الفصل فيه فمتى تكون الدعوة صالحة للفصل فيها تكون الدعوة صالحة للفصل فيها إذا أبدأ جميع الخصوم أقوالهم وطلباتهم ودفاعهم في الدعوة كما تكون الدعوة صالحة للفصل فيها إذا أعلن المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه لأنه في الحالتين يكون قد ممكن من إبداء دفاعه في الدعوة فإذا تغيب الخصمين في الجلسة الأولى وتبين المحكمة أن المدعى عليه لم يعلن لشخص تكون الدعوة غير صالحة للفصل فيها ويتعين عليها شطب الدعوة والمحكمة هي التي تقدر صلاحية الدعوة للفصل فيها أو عدم صلاحيتها للفصل فيها ننتهي من ذلك أنه حتى تستطيع المحكمة شطب الدعوة يتعين أن يتغيب طرفيها المدعى والمدعى عليه وأن تكون الدعوة غير صالحة للفصل فيها ويثير الشب الكثير من المشاكل والخلافات والصعوبات في الواقع العملي والتطبيق اليومي وذلك في الفروض التالية الفرض الأول الحالة التي يتعدد فيها المدعين ويحضر بعضهم ويتغيب البعض الآخر ويتغيب المدع عليه ولم تكن الدعوة صالحة للفصل فيه هل تقوم المحكمة بشاط بالدعوة بالنسبة لمن لم يحضر من المدعين مع استمرارها بالنسبة لمن حضر اختلف الفقه في هذه المسألة لكن الراجع عندي أنا أنه يتعين على المحكمة الفصل في الدعوة بالنسبة لجميع المدعين سواء من حضر منهم أو من لم يحضر منهم حتى لا تتقطع أوصال الدعوة وهذا ما انتهت إليه محكمة النظر في أحدث أحكامها فليس مقبولا على الإطلاق أن تكون الدعوة الوحيدة مشتوبة بالنسبة لبعض المدعين وسائلية بالنسبة لبعض الآخر لأن هذا سوف يؤدي إلى صعوبات وتعقيدات عملية يصعب مواجهتها مما يدر بحسن سير العدال الفرض الثاني شط بالدعوة قبل ضم المفردات قد يتغيب طرفي الدعوة وتكون الدعوة خالية من المفردات هل يجوز للمحكمة شط بالدعوة؟ نعم يجوز للمحكمة شط بالدعوة قبل ضم المفردات ما تتويب المدعي والمدعي عليه مثال ذلك يجوز للمحكمة في الإشكال شط بالإشكال ولو لم تضم أوراق التنفيذ الفرض الثالث تغيب طرفي الدعوة بأحدى جلسات التحقيق هل يجوز شط بالدعوة في هذه الحالة؟ لا يجوز شط بالدعوة في هذه الحالة لأن قرار الشط بالابد أن يصدل من هيئة المحكمة بكامل أعضائها والتحقيق يباشر دائما بواسطة أحد أعضاء المحكمة ومن ثم ففي الحالة التي يتغيب فيها المدع والمدع عليه بجلسة التحقيق يتعين على القاضي المنتدب لمباشرة التحقيق أن يقرر إنهاء إجراءات التحقيق ويعادة الدعوة للمرافعة ثم تقوم المحكمة بكامل أعضائها بشط بالدعوة وقد يسأل سائل ماذا لو قام القاضي المنتدب بمباشرة التحقيق بشط بالدعوة؟ نقول يترتب على هذا بطلان قرار الشط لصدوره ممن لا يملك إصداره ويكون للخصوم تعجيل السير في الدعوة دون التقيض بمعاد الستين يوما الفرض الرابع ورود تقرير الخبير من مكتب الخبرة وعدم حضور طرفي الخصومة أمام المحكمة في الجلسة الأولى بعد عودته هل يجوز للمحكمة شط بالدعوة في تلك الحالة؟ نقول أنه إذا حكمت المحكمة بنتب خبير في الدعوة وقام الخصم بسداد أمانة الخبير فلا يجوز للمحكمة على الإطلاق شط بالدعوة إلا بعد ورود تقرير الخبير وإعلان الخصوم بوروده فمنذ سداد الأمانة وحتى تاريخ الإعلان بورود التقرير لا يجوز شط بالدعوة الفرض الخامس هل يجوز شط بالدعاوة المرفوعة من النيابة العامة؟ هناك بعض الدعاوة لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة كدعوة الحزبة لا يجوز رفعها من قبل الأفراد وإنما ترفع فقط من قبل النيابة العامة هذه الدعاوة متى رفعت من النيابة العامة فلا يجوز للمحكمة شط بها حتى لو تخلفت النيابة العامة والمدعى عليه عن الحضور الفرض السادس هل يجوز شط بالدعوة أمام حاكم مجلس الدولة بكافة أنواعها؟ لا يجوز ذلك على الإطلاق وسبب هذا أن القاضي في قضاء مجلس الدولة هو الذي يدير الخصومة من صرافع الدعوة حتى الحكم فيها بعكس القضاء العادي فالخصوم هم الذين يديرون الخصومة من صرافع الدعوة وحتى الحكم فيه هل يجوز الطعن في قرار الشط؟ قرار الشط ليس حكما ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بالطرق المقرر للطعن للأحكام ولكن يجوز دائما لذوي الشأن أن يتمسك أمام المحكمة التي أصدرت قرار الشط ببطلان القرار وفي حالة ثبوت بطلان القرار يعتبر كأن لم يكن ويجوز فيه التعجيل ولو بعد الستين يوما ولا يعتد به كصابقة في الشط وأخيرا هل يجوز الشط أكثر من مرة؟ الشط لا يكون إلا لمرة واحدة بمعنى أنه إذا تم شط بالدعوة وقام الخصوم بتعجيلها من الشط واستأنفت الدعوة سائرها مرة أخرى ثم تغيب الخصوم في أي جلسة من جلسات المحددة لنظرها فلا يجوز للمحكمة شط بالدعوة وإنما يتعين عليها في تلك الحالة الحكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن نكتفي بهذا القدر حتى لا نطير على سياداتكم وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتحدث عن التعجيل من الشط من له حق التعجيل كيفية التعجيل معاد التعجيل اعتبار الدعوة كأن لم تكن وحتى هذا الحين أترككم في رعاية الله وحفظه كان معكم زميلكم على الرحاب المحامي